في موازات ذلك أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان برمحمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2021 بشأن تعديل مسمى هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية في إمارة الشارقة مبادرة ونص المرسوم على أن يستبدل مسمى هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية في إمارة الشارقة أينما ورد في التشريعات والسجلات والمحررات الرسمية وغير الرسمية والإجراءات المالية والإدارية بمسمى هيئة تنفيذ المبادرات في إمارة الشارقة وتعرف اختصارا بمبادرة